موسيقى اهلا بكم في نشرة الاخبار من قناة بلقيس والبداية بالعنوان المبعوث الاممي يصل صنعاء في اطار مساعيه لعودة الاطراف اليمنية الى مشاورات السلام الجيش يسيطر على جبل الذهب في نهم صنعاء والمنظومة الدفاعية تعترض صاروخا بلستيا في مأرب موسيقى موسيقى الاوضاع الامنية وانقطاع الكهرباء في عدن تتسبب باغلاق متنفسات المدينة موسيقى اهلا بكم وصل المبعوث الاممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ الى العاصمة صنعاء في اطار مساعيه لاعادة المشاورات بين الاطراف السياسية قالت مصادر سياسية انه من المتوقع ان يلتقي المبعوث الاممي بقيادات في ميليشيا الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام جناح المخلوع تاتي زيارة ولد الشيخ لا صنعاء غدا تلقائه الرئيس عبد الرب منصر هادي والفريق الحكومي في المشاورات بالرياض الى ذلك عبر مجلس الامن عن اسفه لعدم توصل الاطراف اليمنية الى اتفاق ينهي الحرب الدائرة في البلاد منذ اكثر من عام ونصف حتى مشروع بيان للمجلس وفقت عليه الدول الاعظام باستثناء روسيا على تقديم مقترحات لسياغة خارطة طريق شاملة تنهي الصراع وفقا لقرار مجلس الامن والمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وفي السياق ذاته قلت مصادر اعلامية ان منذوب روسيا في مجلس الامن اعترض على صياغات وتعديلات ادخلت على مشروع البيان تؤكد ضرورة استعادة الحكومة سيطرتها على مؤسسة الدولة وإزالة اي عقبات قد تحول دون ممارستها لمهامها هذا وقل عذو الوفد الحكومي في المشاورات محمد العامري ان الوفداد لن يعود الى مشاورات الكويت الا بوجود ضامنات حقيقية ملزمة للميليشيا بتنفيذ اجراءات بناء الثقة والافراج عن المعتقلين ووقف اعمال القتل واستهداف المدنيين مع التزام خطي وحقيقي فيما يتعلق بالمرجعيات المحددة الى ايام اخر على الارجح سيتأجل موعد الجولة الرابعة من المحادثات التي كانت متوقعة منتصف يوليو الجاري بعدما لم يتحقق اي انفراج لا بل ان الازمة احتدمت اكثر فاكثر في ضوء التصعيد السياسي والعسكري وطلب المكونات السياسية التأجيل المشاورات جراء عدم اكتراث الميليشيا بجهود الحل السلمي واستمرار التحشيد على الارض لعل ذلك هو ما اقنع الامم المتحدة بتجديد الدعوة لعقد المباحثات في موعدها المحدد والاجماع على ان المفاوضات لا بد ان تمر حتما عبر انسحاب الميليشيا من المدن وتسليم السلاح واستعادة الدولة والمضي وفقا للقرار 22-16 والمرجعيات الوطنية تريد الحكومة ومن ورائها التحالف العربي اعطاء الامم المتحدة فرصة تحمل مسئولياتها قبل الخوض في ضربة عسكرية يجري التحضير لها ضد الانقلابيين تؤكد ايضا تمسكها بالاولويات والمرجعيات اذ كيف سيتم الانتقال من المواجهة الى الشراكة من دون ان تستعيد الشرعية الدستورية سيادتها في البلاد اما الميليشيا فمستندة لدعم اقليمي ودولي تبحث عن اوراق ضغط لتمرير مسألة الشراكة قبل اي اجراءات امنية ايران تساند وتدعم وموسكو متحمسة لمثل هذا السلوك الامر الذي يبدو عليه المجتمع الدولي عاثرا في اتخاذ خطوات لحلحلة الازمة في هذا البلد وفق مصادر اعلامية فان روسيا للمرة الثانية عرضت صدور مشروع بيان اممي تضمن صياغات وتعديلات ادخلت بطلب من الحكومة ودول التحالف اهمها التأكيد على ضرورة استعادة الحكومة السيطرة على مؤسسات الدولة وازالة اي عقبات وعراقل في هذه المؤسسات قبل اي اجراء سياسي هذه الصيغة المعدلة جاءت مختلفة عن صيغة الخارطة المقدمة من الوسيط الدولي دون توفر توافق واتفاق بين المتشاورين وهو ما ارد من خلاله اسماعيل ولد الشيخ احمد ادخال المشاورات في متاهة زمنية من القفز على الاولويات لكن الحكومة مؤخرا اشترطت تزمين المحادثات المقبلة والالتزام بالمرجعيات وتقديم ضمانات لضبط الطرف المعرقل خاصة بعد اليولات السابقة الموسومة بالمتاهة والفشل وفي سياق اخر قل قيد المنطقة العسكري الرابعة اللواء احمد اليافعي ان الجيش الوطني تمكن خلال الايام القليلة الماضية من ضبط كميات كبيرة من الاسلحة وملايين الذخائر الحية قرب شواطئ باب المندب اوضح اليافعي ان تحقيقات اثبتت ان تلك الاسلحة نقلت من جزيرتين استجرتهما ايران من احدى الدول الافريقية بهدف التدريب وتزويد ميليشيا الحوثي بالسلاحة وكشف القيد العسكري ان هناك جسرا بحريا يربط الجزيرتين بشواطئ باب المندب ويتم عبره نقل الاسلحة لميليشيا الحوثي ميدانيا في صنعاء سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة على مواقع مهمة في مدرية نهمة وقال المتحدث باسم المقاومة عبدالله الشندقي ان القوات سيطرت على جبل الذهب والجبل المحيطة به بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي والمخلوع واكد الشندقي ان المعارك اسفرات عن مقتل سبعة عشر من الميليشيا وثمانية من الجيش والمقاومة فيما لا تزال المعارك مستمرة يخوض الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية مواجهات هي الأعنف في جبهة نهم شرقي صنعاء بمشاركة طيران التحالف العربي خلال اليومين الماضيين حاول الانقلابيون الالتفاف على قوات الجيش الوطني وتمكنوا من التسلل إلى مواقع قريبة من فرضة نهم الاستراتيجية عبر جبال يام سيطرة يعني كدنا فترة هنا في فرضة وسيطرنا على جبال هذا اللي من يمن هي غير أن تلك المحاولات باءت بالفشل وخسر فيها الانقلابيون الكثير من العتادي وقتل وأسر العشرات منهم وتستمر المعارك الشرسة بين الطرفين في أكثر من جبهة في مديريتهم لا سيما قرب المديرية حيث يحاصر الجيش الوطني مجاميع من الحوثيين ويحفظ الانقلابيون قوات عسكرية لمنع تقدم قوات الجيش باتجاه العاصمة صنعاء لم يعد دخول صنعاء مجرد حديث في حسب بل واقع تفرطه هذه القوات وما تحتاجه لدخول العاصمة هو قرار سياسي خليل محمد من أعالي جبال يام فرضة نهم صنعاء وإلى مأرب حيث اعترضت المنظومة الدفاعية لقوات تحالف العربي صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي والمخلوع باتجاه قاعدة عسكرية في المحافظة قالت مصادر محلية أن الميليشيا أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه معسكر تدوين لأن المنظومة الدفاعية اعترضته في سماء المحافظة وأكدت المصادر أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مردية وتعد هذه المرة الرابعة التي تعلن فيها ميليشيا الحوثي استهدافها معسكر تدوين بصواريخ باليستيا ترجمة نانسي قنقر إلى ذلك استعادت قوات الجيش الوطني والمقاومة مواقع عدة من قبضة الميليشيا غربية مأرب وقالت مصادر محلية أن معارك عنيفة تركزت في تبة الزبير قرب معسكر كوفل تمكنت خلالها قوات الجيش والمقاومة من استعادة عدد من المواقع في المنطقة وأوضحت المصادر أن المعارك أسفرت عن سقوط قتل من الميليشيا فيما قتل إثنان من أفراد الجيش الوطني وجرح آخرون من الجانبين وفي الجوف قالت مصادر محلية أن معارك عنيفة تتركز في منطقة مزويا في مدرية المتون بين الجيش والميليشيا وبإذناد من طائرات التحالف العربي وأكدت المصادر أن خمسة قتلى من الميليشيا سقطوا أحدهم القياد الميداني ناجي بن عافية فيما تم تدمير عدد من الأليات العسكرية قدائف المدافع لا تزال مستمرة في محافظة الجوف ورقعة الحرب تتسع يوما بعد آخر دون توقف هكذا هو المشهد العسكري في المحافظة اشتباكات متواصلة في جبهات عدة حيث تسعى الميليشيا إلى فرض سيطرتها على الأرض بعد تراجعها في العديد من الجبهات تجددت الاشتباكات خلال الساعات الماضية بمعارك عنيفة في مناطق عدة بمديرية المتون غرب المحافظة وخلفت قتلى وجرحة من الميليشيا بينهم قيادي ميداني المناطق المحيطة بمعسكر حام هي الأخرى شهدت اشتباكات عنيفة يسعى من خلالها الجيش والمقاومة إلى إحكام السيطرة عليه نظرا لأهميته الاستراتيجية ويحد السباق في هذه المحافظة لبسط السيطرة على كامل مناطقها مكسبا عسكريا وانتصارا له تبعات على كافة جبهات القتال الأمر الذي قد يسهم في تسارع المعركة لطرق أبواب عمران والعاصمة الصنعاء على صعيد متصل قلت مصادر ميدانية في حجة أن المعجهات بين الجيش الوطني والميليشيا تتواصل اليوم شمال غربي المحافظة وأوضحت المصادر أن المعجهات تتركز في مناطق عدة بمدرية حرض الحدودية وسط تبادل للقصف بين الجانبين وفد المركز العلامي للمنطقة العسكرية الخامسة أن مدفعية الجيش دمرت عربة تابعة للميليشيا ودورية عسكرية بعد اقترابهما من مواقع تابعة للواء 25 ميكا بحرط قتل ثلاثة صيادين في غارة جوية شنتها طائرات التحالف استدفت مركز الإنزال السمكي في محافظة الحديد قال مراسل قناة بالقيص أن تحالف استدف بغارة جوية مركز الإنزال الإنزال السمكي في منطقة القطابة في مدرية الخوخة ما أدى إلى مقتل ثلاثة صيادين وفي السياق ذاته قتل ثلاثة من عناصر الميليشيا أثناء تصدي المقاومة الشعبية لهجوم في محافظة إب قالت مصادر محلية أن الميليشيا تشنت هجوما على مواقع المقاومة في منطقتين الشعاور والأهمول في مدرية حزم العدين قبه مواجهة بين الجانبين إلى ذلك وصلت تعزيزات جديدة للبيليشيا إلى حزم العدين بتزامن مع استحداثها عددا من نقاط التفتيش في المنطقة ومناطق قريبة من مدرية القفر إلى تعزيزة حيث استشد مدني ووصيب أربعة آخرون جراء القصف المستمر للميليشيا على الأحياء والقرى السكنية بالمحافظة هذا ووصيب ستة من أفراد الجيش الوطني والمقاومة إثراب واجهات تمكنت خلالها القوات من السيطرة على مواقع في جبل المربع ووادي حنش أصد هجمات للميليشيا في محيط دواء 35 المدرع ومناطق أخرى ونبقى في تعزيزة حيث يعيش النازحون الهاربون جراء الحرب أوضاعا صعبا في مناطق النزوح إذ يفتقرون للمواد الضرورية وسط تجاهل من قبل المنظمات والجهات المعنية مرسلنا فواز الحمادي ينقل لنا جزءا من المعانا النزوح جحيم آخر يعيشه هؤلاء الذين فروا من جحيم الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح على مدينة تعز وضع إنساني صعب يفتقدون فيه لأبسط مقاومات البقاء على قيد الحياة رسالتي بهذا اليمنوا يعتنوا يلفتوا علينا يعني حق ما نحن لا شغل ولا أعمال ولا شيء راقدين يعني الفتو نظروا لنا يعني نظر بالنظرة يقوي بس يقلوا عنها يسقلوا كشوفات ويقزعوا ما يدوش لنا شيء هؤلاء النازحين من غياب دور حكومة الشرعية والمنظمات الإغاثية في مد يد العون والمساعدة لهم للتغلب على الظروف المعيشية الصعبة التي يعانونها بعد أن فقدوا أعمالهم وأصبحوا مشردين ما وإحنا نازحنا بالفقد أن نعمل بالتربة يعني عيشتنا إحنا صعبة يعني لا ما لا دقيق لا سكان لا روز يعني كثاء العيد ما فيش الفرحة ما فيش يعني حتى الدراسة والدرنبي تعيز نحن نازحين تعبانين الصراحة ما نشتي نرقع بلادنا نشتي الأوضاع تصلح نرقع بيوتنا يأمل هؤلاء أن تنتهي هذه الحرب سريعا كي يعودوا إلى منازلهم ويمارسون حياتهم الطبيعية التي كانوا عليها قبل ذلك والتي افتقدوها كثيرا وضع صعبة تصعب الكلمات عن وصف هذه المأساة التي يعانيها هالاء النازحين الذين فروا من قحيم المواجهات والحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح على مدينة تعيز فواز الحمادي قناة بلقيس من مدينة التربة تعيز فدى مسؤول حكومي أنه سيتم تشكيل وحدة لإعادة الإعمار في مدينة عدن والتي ستبدأ بترميم ستمائة منزل تعرض للتدمير جراء حرب الميليشيا وقال وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع غسان الزامكي إن إعادة الإعمار ستبدأ في المرحلة الأولى بمدريتي خورمكسر والمعلة وستشمل ترميم ستمائة منزل متضرر بتكلفة تصل مليوني دولار وأضف أن المرحلة الثانية من إعادة الإعمار ستشمل المحلات والتجارية والمباني الحكومية مشيرا إلى أن خطط إعادة الإعمار ستنتقل من المحافظات الجنوبية إلى الشمالية بعد تحريرها في سياق آخر قالت مصادر اقتصادية إن البنك المركزي يواجه أزمة حادة وعكز عن توفير سيولة للبنوك انتياجية من حسابتها الجارية وبحسب المصادر فإن الميليشيا نهبت خزائن البنك المركزي لافتة إلى أنه تم سحب عشرات مليارات ريالات من المقر الرئيسي إلى فرع البنك في صعدة ما إن تخفط الأخبار الملوحة بكارثة اقتصادية حتى تعود مجددا بعد كل مرة تفشل فيها حيال الميليشيا التي تسعى من خلالها لتأجيل الانهيار عجز خانق في السيولة بالعملة المحلية يواجهه القطاع المصرفي بشكل حد قد يؤدي إلى انهياره للانهيار أسباب كثيرة أهمها أن الرافد الرئيس للاقتصاد الوطني وهو القطاع النفطي يتم تداول عائداته في السوق السوداء خارج القطاع المصرفي كسلطة موازية بالإضافة إلى عزوف المستوردين عن التعامل مع البنوك بعد عجزها عن تلبية حاجاتهم من العملة وتوجههم للمصارف وتكديس الميليشيا للأموال لديها بعد سحبها فضلا عن التلف الذي أصاب كميات كبيرة تحذير سبق وأصدرته الحكومة اليمنية على لسان رئيسها مطلع الشهر الجري حين قال أن التمادي في استهلاك ما تبقى من نقد محلي سوف ينتج عنه نعدام للسيولة النقدية والاحتياطات المحلية وأن ما يسمى بالهدنة الاقتصادية سياسة بلها كونها تبقي على توريد جميع الإرادات إلى البنك الخاضع لسيطرة الميليشيا فهل ما ستقول إليه الأوضاع من عجز عن دفع المرتبات الشهرية للموظفين كآخر ما تبقى من مظاهر الدولة المنهوبة ستكون القشة التي تقسم ظهر البعير حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من الانهيارات السخرية جراء هطول أمطار غزيرة ودع المركز في بيان له المواطنين وسائقي المركبات في المرتفعات الجبلية إلى أخذ الحيطة والحذر من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات السخرية في المنحدرات الجبلية وتدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والأمطار وحذر المركز المواطنين والصيادين ومرتادي البحر من ارتفاع الموج وساكنية المناطق الساحلية والصحراوية من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة في سياق آخر قالت منظمة أطباب لا حدود فرقها الميدانية علجت خلال يومين فقط حوالي 1200 مصاب بداء الجرب في مدرية حوث بمحافظة عمران وأضافت المنظمة أنها تقوم بتقديم العلاج ومواد التعقيم المضادة لطفيليات مشيرة إلى أن حملة العلاج متواصلة وستشمل مدرية خمر بنفس المحافظة من خلال عياداتها المتنقلة ويذكر أن المنظمة سجلت خلال العام الماضي ما يزيد عن الفيحالة إصابة بالجرب الذي تفشى خلال العام الأخير في عدن أثر تدهور الوضع الأبني وانقطاع الكهرباء على عدد من القطاعات بما في ذلك الحدائق والملاهي وأماكن التنزه حيث يواجه السكان إشكالية في غياب المتنفسات نتيجة إغلاق حدائق المدينة مرسلنا أدم الحسامي والتفاصل وللمتنفسات السياحية في عدن مأساة تتلخص في مدينة ملاه عدن أكبر مدينة ألعاب في اليمن إذ تبلغ مساحتها خمسة كيلو متر مربع وتعتبر ضمن القطاع المختلط بين الحكومي والخاص كانت الوجهة الأولى للأهالي في الأعياد والآن أغلقت أبوابها بوجوه الأطفال وحلت الغربان في أراجههم وألعابهم المفضلة لكن للعيد ابتكاراته ولا يعدم الأطفال وسيلة للترفيه إن كانت بدائية إلا أنها استطاعت رسم البهجة على وجوه بريئة لا تدرك أسباب الاستيلاء على متنفساتهم من قبل نافذين وأهمالها من قبل السلطة خططات الحدائق في وحدات القوار طرحت مع الأسف الشديد من قبل الأراضي للتصرف بها بعد ما تستنفذ الأراضي البيضاء يتصرفوا بالوحدات القوار للتشجير ويصرفوها للمتنفسين المتنفسات البحرية بسواحل عدن الشهيرة تظل الصدر المفتوحة للمتنزهين وفيها أقيمت عدة حفلات ومهرجانات بمناسبتي العيد والتحرير صراحة جميل جميل يعني مع الفرحة مع الاحتفالات والمناسبات فرحتها العيد والتحرير لا يمكن أن تغضى الطرف عن أهم مشكلتين تواجهها العاصمة المؤقتة الأمن والوقود وهما من الأسباب البارزة لعرقلة الكثير من الاستحقاقات الاقتصادية والتنموية إن عكست مشكلتها الأمن والكهرباء على مدينة ملاهي عدن كبرى الحدائق في العاصمة المؤقتة فمتى سيعاد تشغيلها لتصبح الدلالة الواضحة على استتباب الأمن وعودة الخدمات الأساسية بشكل كامل عدم الحسامي قناة بالقيس عدن جددت المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي في حضرموت مطالبتها الجهات الأمنية التدخل وإعادة فتح المؤسسات المختصة بإطباع الكتب المدرسية وتوزيعها على المحافظات وقالت المؤسسة في بيان لها إن عدداً ممن كانوا يتولون الحراسة خلال الأشهر الماضية قاموا بإغلاق المؤسسة تحت مبرر حرمانهم من الحقوق واضفت المؤسسة أنهم حصلوا على حقوقهم التي طالبوا بها ومع ذلك لم يسمحوا بإعادة فتح المبنى ليعاود نشاطه وتقديم خدماته للمجتمع نهاية النشرة وهذا تذكير بالعنوين المبعوث الأممي يصل صنعاء في إطار مساعيه لعودة الأطراف اليمنية إلى مشاورات السلام الجيش يسيطر على جبل الذهب في نهم صنعاء والمنظومة الدفاعية تعترض صاروخاً باليستياً في مأرب الأوضاع الأمنية وانقطاع الكهرباء في عدن تتسبب بإغلاق متنفسات المدينة نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيسة للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء المترجم للقناة